اي افام احلى راديو نهار منهرات حلقة اليوم معايا سعيد باستضافة ضيفتين انك تشفوه شوي اخر لكن قبل ما نبدأ مع ضيفتين حم فكركم اللي الربح متواصل في اي افامو جديد حتى عيد الاضحة الربح بش يكون اسمعو مليح بقيمة مليون تنجمو تربحو اعلوش مع قاضي توين عام اي افام خمت فيكم وقررت بش تفرحكم في العيد الكبير تسهل برشا انتي اللي قاد تاب تسمعوا فيها ايش بتاليفونك ابعض اسمس في اي افام على خمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية واللي بش تربحكم كيف ما قولنا بقيمة مليون عنوش مع قاضي توون مش هذا بارك كيتي فتبعتوا اسمس وتدخلوا في قرعة الفليجة الي تربحكم عشرة ملايين كان مش اكثر سهل اسمس في اي افام على خمسة وثمانين خمسة وثمانين ثمانية وانشạn لكم العام انتم حايين بالف خير حلقة اليوم نهار منهارات سعيد برشا باستضافة الأستاذة سلوى الشرفي مرحبا أستاذة أستاذة سلوى الشرفي أستاذ الإعلام والاتصال السياسي مدير السابقة لمهد الصحافة باش نحكيه معاك اليوم أستاذة على تاريخ العنف المسلط على المرأة في تونس دعنا نبدأ من الأول حتى نرى وناشطة في الحركة النسوية وناشطة في الحركة النسوية تدافعينها عن المرأة وكتبت الكثير في الموضوع وانت من الأشياء اللي جاي عليهم خاطرنا نقرالك واشتكتبت باركال عليك في الموضوع هذا دعنا نبدأ من الأول كرونولوجيكمون أموات في التاريخ الأمازيخ أحنى الباربر اللوبيين نوميديين نوميديين سكين تونس الأصليين كيفاش وضعت المرأة هو راهه مع الأسف معناش في التاريخ معناها حاجة كبيرة ما زاله ياخد مطور الشباب قاعدين ياخد ممليح في برشة حاجات لكن عنا على أقل امرأة تمثل رمز هام جدا وهي الكاهنة لا يظهر لي فتني في الوقت ما كانت هونجيو هام بعض قبل أموة قبل قارتاج ولا حتى النوميديين اللي مهمش داخلين في حكم قارتاج خاطر بش نجيو كرونولوجيكمون ساشانك يقولوا من عرش صحاح للأمور اللي كان مجتمع أمثوي مترياركال أكثر منه باترياركال هو هدا مش مستغرب يعني قبل فم برشة معناها مجتمعات متخي احكالوا ما زالوا في أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وداير ياخدوا اسم الخالح نقولوا خاطر دي ما احنا تورجعنا اللي كان نرجع للذكر هو اسم الأم ولي أنه هي اللي هي اللي تولد لولاد أولادها المؤكد أنهم أولادها لكن عمر قمتاش متأكد قبل خاصة أنهم أولاد الراجل أولادها هي أولاد المرأة يومينا هدا اليوم بوع عنا لديان وعنا تحليل لكن قبل ما كانش ممكن إذن هي هي الأساس في خلق البشرية هي اللي تحكم يزمن الأرض عندها يزمن اليوم في موريتانيا يقول لك الخيمة للمرأة هاو هاو بربي الخيمة للمرأة الخيمة للمرأة المرأة في موريتانيا وقت تتلق ومعندهم مشتعادة زوجة يترى من غير قانون كيفنا هكيك كيفيش المرأة تتلق هاي المرأة تتلق تقعد هي ولادة في خيمتها والرجل يخرج والرجل يخرج يغادر الخيمة يغادر الخيمة ومش هكيك برك احنا طوى عنا اللي تتلق ولا مسكينها مثلا تترملت ولا اللي هو كل كلها ما عايش مش تبقى رايش سكينة بفرية بان سوء ليك ليك قاعدين يعارسوا برشة طوى المطلقات شدوت باركلا ما سعدهم جريك فما فرق بين ما يقوله المجتمع لإحباط هذي المرأة ما نيرك ما عندك حتى شوصبش ما تتلقش مثلا فهمت عبارة على السجن بالكلمات فهمت وبين الواقع المهم الواقع في موريتانيا لانه ممكن ناخدوا منها تجارب هذية تخص البربر القديمة الواقع انه قد ما تتلق المرأة في موريتانيا البربرية المورية قد ما يزيدوا حظوظها في الزواج وتأخوا أصغر منها تعرفش عليها الزواج أحسن تعرفش عليها عليش فلوس بما انها الخيمة ليها والتروبول ليهم والأولاد رههم فلوس يخدموه فهمت المرأة دي تكون ثورة ثروة عفوا ثروة بالنسبة للغاية دي ما مربوطة على الفلوس كل شيء مربوط بالفلوس بش نجيوه هذي من بعد كارن مائي بش نجيوه كارن ماركس ما كذبش فيها هذي خلينا بالسياسة خلينا بالسياسة اللي هو فلوسوف هاي يما الفلوس دي ما عندها هي الأساس هي القوة الأولى وبعض القوة الجسدية ولا يمشيوا مع بعض امرأة احنا نقولوا حوت ياك الحوت بلي الجهد يموت وهذا هي قاحتك يقالوها غيرهم وهابس وهو الفلسفة ما وما لي نقالوها قبلوا بالدرجة فهمت القوي شمعنيها قوي مش كان بالحضلات مش كان بالفلوس بهذا ولا بهذا فهمت كل شي بشي نخص الأمر المرأة الأمازيغية في تاريخ تونس وكان بلاد الأصليين مكانت مكانتها على أقل مع عمرنا ما سمعنا مثلا انت عند الزوجات فهمش تعد الزوجات ما سمعتش قد ما قلت دراسة كل ما فهمة حتى تقول تعد الزوجات ومرأة الأمازيغية تقرأ انت هذا هو أو تقرأ على حكام البربر ماسي نيسا اللي تحب يوغورتا ما يحكي لك شانو عنده مرأة فلانية ومرأة فلانية ومرأة فهمت شنوه مسمعنيش مسمعنيش تعد الزوجات نعرفوه تخلت معا العرب خانت تونسلونهم العرب أستاذة سلوى طبعا إن شاء الله كل المؤرخين مختصين يعرفوا خير منا ويصلحونا وإضافة للجمهور عنا فكر على ما كانت المرأة في قرتاج شوف اللي عندنا أنه كنا كنا نقرأوه على هشنوه صار في قرتاج توقع المرأة مثلا حابوا يعطيه هالواحد بالصيف مربري رفضت حركة تروح مصر ذي عليسة تحكيلي هاي أسطورة تعليسة هاني الآي هاي كمل كمل تأكدوا أنه المرأة معنات عندها قيمة بما أنه المؤسة هي بيدها مرأة شوف الأساطير تريقبال تريقبال يكتبوه الحكام المرأة السلطة تكتبوه هكتشوف احنا طاوه ومزلناها كاكة طاوه ولا أسعب السلطة تكتب حاجة تكتب ما تؤمنوا به وما تريد أن ترويجه كثقافة إذا السلطة وقتها خلقت أسطورة تعليسة او كانت تجنط كل راجل هكي ولا فمعناها المرأة عندها قيمة ممكن أكثر من راجل عاليش تحب تقول البلاد اسمها قرتاج عملتها مرأة مهم جداً وميهمنيش أسطورة هي تقريباً أسطورة لكن المهم أنا دخلت في ذهن التوانسة احنا في الابتدائي تقولوا أن أعلي ساك أس القرطاء وذين راهوا في دماغ الصغير مهم جداً أنا ما عاش يفرق في السياسة ما بين مرأة وراجل بما أنه فما مرأس الدولة أمبراطورية أوليته ساعات أستاذة سلوال أنا هذا اللي يهمني في القصة صحيح لكن خن نربط شوي باليوم وقبل ومبعد نرجع للماضي ساعات كيت تبدأ هكا واحد واحد هكا ما عنده مشاكل معه ولا ظهرت له تونس في أعواج يقولك تي بلاد أستها مرأش السنة منها تسمعها يا ساعات ايه ايه باه أنا والله الحق باهم مرة ولا فنينة سمعتها اللي يقول الكلم هيدا اليوم هيدا إنسان مخ وتخسلت تخسلت ثقافة اللي جابوه العرب لأنه قبل العرب مسمعنيش حاجات منه هيدا نعرفه مرأة تحكم كما الكين هزا سيفر هاي قصد يراس عقبة كما يقوله أنا جاينا هيدا المرأة كنت قوي علاش اليوم شبابنا يتكلم كلم كيمان هيدا متعمل حقرانيه لأنه مخ وتخسلت ودخلت يعني ثقافة بلاده الأصلية الأساسية يحتقرها أصبح هيدا هو غسل الدماغ بش نجي الفترة مهمة من تاريخ تونس تقريبا تواصلت ستة قرون الحضور الروماني في تونس لكن قبل ذلك نخرج وفاصل وراجعي نحن راديو نهار من نهارات الجزء الثاني سعيد برشا باستضافة الأستاذة سالوى الشرفي وأستاذة سالوى الشرفي بش نحكيه على وضعية المرأة في العهد الروماني عهد استمر برشا لاباتش رومانا السلام الروماني اللي تفرض في البحر المتوسط تقريبا من القرن الثاني قبل الميلاد حتى القرن الرابع والخامس ميلادي وفي بعض قرن الروماني بلية في قرن الروماني قلت ليقولوا أشتنتظر من بلاد قصة همراء قرن الروماني ينسوا اللي هي قرن الروماني ولي هي تمبراطورية وقعدها ثماني قرون شو اللي لوموا عليها معناها اللي سلام إذا كان يموجودا هاد شو اللوموا عليها هاي عامت امبراطورية قط فانقروض وأول امبراطورية راه في المتوسط كانت أول امبراطورية في المتوسط أول امبراطورية كوي بقى هي قبل روم روماجني رومحومار روم هي حتى الي غريك ستيبان انبيغ قعدوا في الجزرهم هي هي تالجزره كهو هذي راهي ضربتها منصور الجنوب المتوسط الكل وطلعت وطلعت الاسبانيا والكديش ووصلوا حتى الافريقيا عبداللوطا معناها وفمش كون يقول وصلوا حتى لامريكيا واسلندا وإرلندا وإرلندا وإنجليترا يعني هذي عامتها مرأة معاش بتهمش معناها معاش بتهمش ليه هو فم تحكير المرأة معتها عامتها المرأة معتها حاجة خايبة هو متعمد يعني دخلوا في رأس الناس مش قالوا لن يفلح قومن ولا وأمرهم امرأة إذا كيفش مش تقول انت عدي سأفلحت إذا ما ما تفلحش هاي فلحت وهي فلحت إيه كما هو هذا هو غسيل الدماغ وعدم معرفة التاريخ زادة علشانا نقول لهم ولادنا من الرياض لأطفال لازم يقرأوا التاريخ ويقرأوا الفلسفة موش صعيبة راه وخطرة تعرف كاي بالبيدواجة تجم تلقى معناها ترق وهي قوي الدجا يقرأوا الفلسفة ما يعرفوش تاريخه هم يعرفو تاريخ الجزيرة العربية كله قدش فما من خلفاء يعدهم لك معناتها احنا توانسا شعب نعرفو تاريخ الجزيرة العربية ما نعرفوش تاريخنا ما نعرفوش تاريخنا لأسباب إديولوجية لأسباب إديولوجية وسميها الدينية نسميها إديولوجية نرجع للسؤال ستة قرون من الحضور الروماني في تونس كيفاش كانت وضعيت المرأة؟ والله هنا تصل شيء معناها ما سمعنيش حاجة معناها حقدة أنا مقريت هكا شوية وما فهميش حاجة فيها احتقار وما فهميش يعني عادي وكهو كانت فما مناسب تحتل المرأة مناسب هكا؟ في روما الحق ما في بريشون كنت أثر كما مش تحتل دايلي سي وما وقتها يعني أصبحت فما هكا قسمة العمل المرأة الداخل والراجل البراء فهي تولد وتجيب صغيرة ويجيب فلوس سي معناها خرجوها من المجال العام أما عندها تأثير كبير هذه مؤكد فما مثلا في تاريخ حتى نرجع لتاريخ روما بيدها فما نساء اللعبنا معناتها دور كبير أجروبين مثلا فما عديد الشخصيات مؤثرات نحكي التأثير ذيك عمره موفي عمره موفي لا لا عمره موفي احنا نعرفه تأثير خديجة نعرفه تأثير عيشة حفظة مرة مش عبارة مضم زوجين تالرسول اي مهون سي ورسول وقتماه هو صاحب سلطة مش ليسي هو النجم يسيطر على مدينة ودارهم النجم يسيطر على أشكبهم الرب كيفيش؟ ماهم تتحدوا عليه شكون شكون عيشة وحفظة كي حبي يخذ زينب اظن وانا متغشوا غاروا يزيك قالوا شنو هيدا وعملوا فيه حتى اللين هبطت هبطت قاعد كلهم اذا كان موش عجبكم تعيشوا مع الرسول كل واحدة تخرج على روحك هيدا تخرج فكرت مظهر لي صفية تحكي على مش زينب تحكي على صفية اليهودية لا لا ماريا اللي جبت له سيدنا جبت له إبراهيم ماريا ماريا وحتى وقت اللي خدي لي كمرت ولده بالتبني وقت اخديها زينب وهم زينة برشة وهابطت ايه بشت الامر يصبح حالي وانقضى زيدل منها وطرا ايه هذيك اخيش قتله هي عايشة ايش قتله قتله والله يعجبني ربك يستجيبك كيفاش قتله والله انتو ما معنيه هنا ايه قتله اراه ان ربك يستجيبه الى رغباتك داكور هذي معطف موجود في الأحاديث هاي قويل قويل امرأة اخي هازت جمل اراه ودخلت على علي في معركة الجمل هاللي قتله اني اراه ربك يسيرع في هواك هاي برافو عليك هاي اتفكرت هتاوة ما معنيه هاي اتفكرت هتاوة خاطر اتفكر اذا حكيت تأثير المرأة موجود زينا ويستحيل كل كمرة متأثرش حتى قريبة نحن واسيلك انتو تسمي الوزراء هاني بش ننصل هاي بايما ننزربو هاي انت مقبيلة تشبدلي عالتأثير الاسلامي نجيو للفتح الاسلامي هايوا الفتح الاسلامي زي من مع بروس امرأة كبيرة بارشة بربرية امازيغية اللي هي ديهيا هاي اللي معروفة باسم الكاهنة الكاهنة نسميها العرب الكاهنة نسميها العرب للتحكير كاهنة هاي ديهيا هل كانت ملكة؟ ها هتاك شوف هنها بجيب المختصية تفهمت احنا شقرينا مهم وشو موجود كتب زيادة يقولوا انها كانت تحكم هي اللي كانت تحكم في القبيلة كانت تحكم هاي هتاش معنيها ملكة ملكة هتاش تكون عندها امبراطورية هتاش تكون عندها حومة انت مقبل لذيك هو المهم هي ولا وحدة مجموعة خبيقل ولا وحدة انتو كان المراهدي جنرال انت عجيش راي خلينا منها جنين جنرال بنا عرفوه جه وما شنو من يقود المعارك العسكرية؟ ما هو الجنرال الجنرال بتبع هي المراهدي جنرالة شنو وربحت معارك وخسرت المعارك و وربحت وقومه واللي كنت في المواجهة هي امرأة بربرية فهمش كون يقول يهودية فهمش كون يقول مسيحية فهمش كون يقول وثانية فهمش كون يقول وثانية فهمش كون يقول ورحتهم خط كانوا موحدين توحيدا تاما ما يملوش بابن الله وكذا فهمش هما مسيحين ربما كانوا واحد يلقى حاجة هكا تصويرا على الحيوت واحد مش لابسة بيقولوا بوندالي يقولوا لي مش بوندالي هو هو مسيحي لكنه اللي كان يوحدوا من الطائف الأريو السياعي اي أريو السياعي هما والقاتل في الأندلس اللي في اسبانيا هاي وذكرنا فهمنا معهم ليحرة هاي بيانصير ومو في بالك اللي أمتنا احنا عملوا قد بحث قد هين سريع جدي جدا في كلية العلوم في تونس وظهروا اللي أمتنا إبيريات على مدى قرون وقرون قريتوا وذكا فخرج السنة اي اربعين بالمئة يظهر لي من خمسة وربعين بالمئة من جهة الأم من جهة الأم من إبيريات 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 دي ما كانت متاحنا من وقت قرتاج قرتاجنا لا هذي هذي راولدين راوا قبل القرتاج يرجع العشرة الـ 2012 لكن هذاش يدل خنرجع قبل حتى التاريخ البغيس يدلوا أنه سكان الأصليين متاع الشمال إفريقيا بما فيهم تونس كانوا منعرش ما يتزوجوش إنساء من الأرض هذي ويمشيوا يتزوجوا أكثر من يعاشروا منعرش كيفاش تم العملية من إبيريات صحيح ممكن التجار مثلا مرشا يخذوا ممكن لأنه يوم 40 أو 45 أو 45 أمه إبيرية وزوجته إبيرية نحب أن نفسر للسيد المستمعين إبيرية هي إسبانيا وبرتوغال شبه جزيرة اللي تضم إسبانيا وبرتوغال اللي هي 45 أو 40% من التوينسة يرجعوا للغادي من شيرة الأم مش كانت توينسة كنا نشوفوا الجزيرة والمغرب شيء مجمش هو ينقز لتونس يجب أن يمر من هذا يعني أنا نتصور كانت نفس الدولة نفس الدولة نفس البلاد ماذا؟ لا تارق بن زياد ولا حد شيء أي هو مشكوك حتى في وجوده تارق بن زياد خلينا عم بن وجوده وماك الكلم اللي قالوا بالعربية الفصحة هذيك اللي تظهر تسرع والقناف اليمن والقناف اليمن والحكاية طويلة ومشاه هو بش عين طول وقلو يجع يجع ونه على أخويا فمعاركة بنزوز ملوك 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 وهو مرسونير هزروحه مرتزق هو مرتزق والجيش مرتزق مرتزق هذيك ملوك شكان خجروه الجيش اللي تقردج أني مو مرتزق ومالي البلد دونك مشاه ذيك خدمته هو كهو ملعليش تغش عليه بنوانو صايت وخلط عليه وهز ونكتف الـ للقناويين ومشاه يغبر فهمتك بيه نجيب تول الفتح الإسلامي دونك رغم أنه الإسلام كرم المرأة إلا أنه المؤرخين ما خلاوش صورة طيبة ما كانت المرأة منذ الفتح الإسلامي إلى دولة الاستقلال في تونس شنو كرم المرأة كيفش كرمها كرمها بالضرب مثلا في الآية القرآنية وضربوهن وضربوهن هذا تكريم هذا في قلبه العنف في ظلي كيفش تسميه تكريم أستاذ سلوى بش نسألك اليوم فما يعني سمحني كيفش قلبه الكليم رو شي شي غريب هذيك سؤالي شي غريب سؤالي ليك أستاذ سلوى اليوم فما مفسرين جدد مثلا خلنا أعطيك مثال أغلفة يوسف مثلا تقولوا أضربوهن مش معنى أنت أضربوهن معنتها أهجروهن مثلا شنو رأيك في هذوما اللي عاودوا يفسروا في التفسير شحرور هو قال زيدا وقال كلمة أضراب معنى ما انت بتقربه لش كيفش سعى أضراب باه تيه هو قل وهجروهن دجا في الفراش شمعنى وبعد ش يضرب عليها في شنو فهو بيش عمل ضراب على الفراش يجد يضرب اللي شنو باه هذي الول الثاني اللي هي ودخلة المخاخ واللي هي سبب مأسينة في الضرب لليوم القتل أنه على مدى 14 مقارن كلمة أضربوهن معنى الضرب تشوف كل التفسير متاع الفقهاء حتى وصلوا هما كل ما يقدموا يحشموا بها حتى وصلوا كل يضربها بوردة توقي حكوا أضربا أو بيعود سيويك بها لي فهم حديث في عدس يمكن حديث هنا الحديث مش الضرب مبرح معنى هو الضرب على خطر الحديث مثلا يقول تمت بيو لما تمينش موضوع آخر هنا دي ما نقول الكراو مش مهم الحقيقة الحقيقة هي التي تروج حتى وإن كانت أسطورة هي التي تؤثر في الدماغ قال لك انهار لي هبطت قيت الضرب داروا بالرسول في الليل سبعين امرأ يبكيوا مضربين قالوا له يا رسول الله احنا والله في المدينة مش مستلسين رجالنا يضربونا هذي زادة شدة عن تكا ما كانوش إذا ضربوهم اقبال الله اي جمعت مكة يضربوا ضربة والضربة دي قال لك ش اسمه عمر بالخطاب يمحرث الرسول في حجبهم في ضربهم في وجيه الليل تقو حد يزمعت يكدوا ما عملها هبطت الآية دي كتباه كلية وسبعين امرأة بقتريحة جايوا اللي رسول يبكيوا قالوا مالله غاربوا خياتي أردته شيئا وأرد الله شيئا اخرى يعني رسول نفسه ما هوش موافق على الضربة ما هوش موافق ما هوش موافق ما هوش موافق على الضربة ما هوش موافق على الضربة راهوا فينه فينه الرسول صلى الله عليه صلى الله ايه فينه وبرش فينه مضيف وكان يحن يشعروا كان يحب البرفن كان يحب النساء طيو قداش خديهم ماخديش ما معنى يحبهم ما ندخلوش فيه هذي كدباء هذي كدباء هذي كدباء يخلنجم وندخلو في مواضيع لكن كان يحب النساء وقلبه رقيق ورومانسي فهمت ولي ذلك ما حمليش هو بده وقالك عنك همواسيهم وقاله مالغرب راي كبيرة رايانتو شيئا واراد الله شيئا اخر كيفيش رسول الله يقول لك دجا عنا برشة حديث وفي السيرة متاع الرسول كيفيش كان عام نساء وبيلطف وبرفق ومحبة سيدة عايشة سيدة حفصة سيدة خديجة نعم يشعروا بهم راب ايه حتى مرة مدرموا بالعكس كان يكبر بهم كيما يقولوا كل شيء هو 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 عايشة وبعد ما اتهموها بالزينة مع صفوان رجحها لده كان رجل عربي اخر ولا حتى في التونس ما عادش يرجح كلك تمسخت ما عادش رجح وها بتتقيت القفكة اللي برقتها بعض دي يجيت يما مدت شهر مغش مغش وكلم كبيرة عاد الحكاية والدعم ويقول فيه ملاهي عليش خرش شكور شكور عايش ما خرش بالحكاية ذيكة بالحكاية ذيكة نعم يا سيتي ومن الحكاية ذيكة جيتنا لن يفلح قومه ولا وامرهم امره ليه كذا حديث كذب حديث ضعيف لن يفلح مش ضعيف بركة هو حديث وحد وقاله واحد ابا بكرة اسمه اللي هو اللي هو اللي هو في خضية الاثكا أي ثمانين جلدة خطر كذب على عيشة كذب على السيدة عيشة هاي هاي والمفروض ما عادش تؤخذ له شاهدة كيفاش يخذه من عنده شاهدة الحديث هذا مع انت حديث ما هو صحيح نعم لوح الغادي مش منه هذي لن يفلح قومه فماش لكن كي ما دي من كل كراه هذي لكن ترسخ عنا كأنه حاجة كأنه قرآن صحيح هذي المشكلة علش انا نتمنى المؤرخين يخدموا في الأمور هذي مش كي ظهروا زي فها انو هليو كي قريهم لولادنا قريهم معلقة هذا صحيحة لعل بعد مئة سنية نن كل كراه مش حكاية مش بعنهارين ولا هجر ولا عمي تتبدل العقلي اما طوا في مخ التوانسة مثلا تتبدل العقلي لانو العرب لن يفلح قومه هاي في الكويت البرح طلعت مرة واحدة في البرلمان الكويت اللي هي في دول الخليج اكتر دولة متطورة راه لمسبة الانساء وفرع مرة بارك مرة بارك طلعت بش نربط لليوم يقولك مثلا بش نربط بتونس يقولك مثلا فلانا محلاها فلانا جي جي قاعدة جي تبيبة جي رئيسة حكومة ما جيش رئيسة على خطر الحديث هذا اللي يقول توا اللي هو موضوع خطر القاضية خطر هي توليد امر القضاء والقضاء انتي خطر تونسي اما راهو كان مثلا في مصر توتو عطول المرأة حق القضاء في بلاكش مهنت القضاء تقضيش عندهم والله ما لحقيت مو عشرين سنية حاجة ايه في القرى الحدو عشرين ايه توتوه ايه توتوه بنضالات النساء معناه بش عطاهم الحق اش كانوا كانوا مدخلينها فيه لاني افلح قومي والمرأة قال بها ضعيف والقاضي يزموا يمشي يشوف الجرائم وبشعة معناها امرأة تبيبة تشارح في الجثث اذيك ما عنداش قلب معناه اما كي بش تولي قاضية تولي عندها قلب و تدخلهم و يحبو كانوا يهز المرت او تبيبة مرايه قولك نشي دا مرته اذيك موصيبه جديده هذي مع دخول الفكر الاخواني 底وب قبل ما نوصل الفكر الاخواني قبل ما نوصل نبدأوا الملقونا الفاتح الاسلامي دولت الاغالبة الصنهاجين لا عنداش بك هذي دنيا فيزعلا ذوق ليلا البعض هاي ده جيبت الدولة متع الفاتح الاسلامي جيبت هاي جيبت جيبت الدولة متع الفاتح الاسلامي جابت اللي احنا طو فيه منذ ان اشوفه في 14 قرن جابت تعدي الزوجات مشرعة مشرعة تعدي الزوجات جي طو مثلا حتى برجيبة دواها باش قل كاوكا قال وانلم معناها في العدل وانلم نتعديله فواحدة ولا مش لازم بكل ولا نتعديله ولا نتعديله بيه بيه لانه هذي كله بالنسبة ليه تصف سيطرا بيه لانه ما يلغيهاش اما مثلش اعتمد على الآية هذي والغه خطر عنده سلطة ماما ما يتلغاش في الكلمة ذي ولا بروف هاوكم راجعوا عادي اما بشنا هو راجعه اكتوه يطلبه بتعدي الزوجات بليه بليستان استنتونا رجعك خطر مهم الآية هذي جاية بعد شرط ميحبوش حكيو فيه هو يقول حكاية وانده كليلة اذا متنش مش تنصفه في اليتامة فانكحو راي تبدأ بثاء ثاء معناها اقبالة حاجة شكون هم هاليتامة اللي متاجموش تعدلو فيهم ولا مفسر ولا حتى خلفاء عطاو تفسير يعني التفسير ودخلت بعضها ليه نقصدوا يتام الحروب اذا كان بشي قونت يصرف عليهم كان يخومهم يصرف عليهم خير وكليلة كل واحدش تقول ما فاميش ترسيل بحيث اي 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 اقرأ اللي قبلها شنية اي 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 تكمل فن كحو اذا اللي فيها ذي كل وايش تابع لأول الآية اللي هي تحكي على اليتامة على اليتامة شرط شرط العادل بينها اليتامة يشكونهم اليتامة شكونهم اليتامة وانا وانا عرفين كالو المفاسرين الاوي كل واحدش قال هني حكيتلك واحد يقول اليتامة الحرب وواحد يقول يقصد بيهم ابنت الصغار كل واحدش غير غير مقنعة تماما اذا انت كمافهمتش اليه عشكو تكن هو مفاهمين القرآن ايخي اتي موش تاهمين واصلا انت كمافهمتش اليهش اليه كيفش تطبقها كيفش تطبق فاء تبدأ بفاء من فيه الطبق فيها ما سيدة أستاذة سلوي قولك الرسول صلى الله عليه وسلم عدد والصحابة رضي الله عنهم عدوا والخلفاء عدوا كلهم عدين رسول رأيه أخذي حديش والتسعة والأقدان دون حكيه على المكتوب وهذاك الكل أستاذة سياغوفواء لا تعدد موجود موجود حتى في الدول الأخرى المورمان في أمريكا أقل يمزيل يعدوا معروفة موجود مش موجود كما اللي سوسيتي ما تخيق قال لي زادت عدد زواج المرأة عادي موجود مش موجود احنا طوى مش كل ما هو موجود نقتنعو بيه ونطبقوه نحنا نطبقو في شنوة طوى أوليدنا نطبقو فيما موجودة في القرآن اللي في القرآن شاري عراه وكل كلام ربي يزمو يطبقو كذلك بيه انت كلام ربي شبيك تقصوهاك تشبدها فيه من فيه شوف اللي قبلها واذا كينك مكش فيهم اللي قبلها سمحني تشمش تطبق حاجة ونتي مش فاهم شارتها حرام نحو بش تكلم بكلم لحرام ذاتك واشتر القرآن مش فاهمين وراه طوناعتيك حاجة باي ما هو في الميراث يقولو يوصيكم الله طو هي توصية مش وصية توصية كما طوهاك في الأمور السياسية عتيك توصية باي مش قرار هما فرق بين التوصية والقرار والدليل اللي تبقى فيها الثواب وليت القفاها عقاب ويجي يقول لك حكم كفاش حكم حكم في تسرق تقصدك هاو في حكم هادم في شي باي حاجة أخر تقولو راي توصية إذن تجم تخربها تجم تخوش يقول كي توصية من ضلها مش شوية ماليا سيدي أنتش كي يقالك عالخمر واش تنبوه مش توصية اش بيه مثل ماش دولة اسلامية خلاف اثنين ولا تلافة الكل هم بالبارات وانت حاوس تلقى البارات تخدش عالنا في تونس الدولة تعيش من البارات تراك دو في بل ما دخل فلوس البارات دخل فلوس مش كان دخل فلوس أولا دخل فلوس هنا نرجعوا القوة الفلوس وخاصة هي للرجال اه اه كتولي حكي في سالح الرجال اي نعم كتولي في سالح الرجال ينسيه واللي ربي وصع ويقالك ليه يجتني بوه فما حتى البغاء كما قال محمد الطالبي كيف هي البغاء البغاء فما آية هي آية النور 33 33 كيف تقول الآية الآية هي تقول ولا تكرهوا فتياتكم فتياتكم على البغاء وإن أردنا تحصنا يعني هي مسكينة تحب تتحصن ما ترغميش على البغاء ما ترغميش باي لتبتغوا غرض حياة الدنيا اللي هي الفلوس ومن يكرهو فإما الله من بعد من بعد إكراهي هنغفور مرحيم يعني والله ما تخلي فتيتكم رو معناها الجواري مش تعرف باي باللي كانوا يشيروا الجواري بالفلوس وخدموهم في دور خاني بروكسينات معناه السيدة دا اللي هو قالوا عليه الحكاية ابن سلول بروكسينات أي اللي هبط علي كبير المناسقين أي سيد بن سلول عبد الله بن أبي سلول عنده جيريات يخدم فيها في دار خانيات الريات الحمر أي خرجت مسكينة تجري مشت للرسول تشكر قطوا رنح بنتحصل قلوا يحتقني كي من كل واحد محبش باندي بالفلوس مافيا محبش هبطت الآية بس يسر يديك ربي معناها ولا تكرهو مش قال حر ما عليكم تي ما قالوا حر مت عليكم موما هيدكم محرميش قالوا ولا تكرهو فقط ولكن أكرهتها فان الله غفور بش نربط بش نربط البغاء إذن البغاء في فلوس وفيه رجال فهمت ودي ما في مصر حت رجال وفلوس بش نربط بالبغاء في الدولة عليش قلنا نحنا بش نصلو لها في الدولة الحفسية وحتى المرادية وتواصلت حتى ذالي حت دولة الحسينية فما حاجة اسم خطة القاضي المزواء اي اللي هو القاضي اللي يحكم عن سيب شيء يقتلهم بال حتى هذا بروكسيمترا القاضي هذا القاضي مزواء بروكسيمترا اي كيف نسلول بضبط ومعناتها تعرفت يقتلهم كانوا نساء كيفاش كانوا يقتلوهم ما هو شكارة والبحار ما هو حطوها في شكارة ويرميوا معاها القطوسة مش تحول 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 شكارة ويرميوا في البحار ويرميوا في البحيرة هذي بحيرة تونس هذي كانت ويهبت ويرمي بحطوه تشوف قدش يلقوهم جوت كان متحلوش جوت الثنساء يلقوه عظم على قد وإلا يا شكارة والبحار يتخدم البغاء والقاضي المزوائر هو ليخو نصيب الاربع هو البروكسيمترا اينا تقول الدولة يوم في تونس كيفاش عامل القانون يعاقب البروكسيمترا يسميوه بالعربي ديوث لا البروكسيمترا شنوه بالعربي المتماعش من الخناء يعني المتماعش من الخناء في تونس ممنوع ممنوع وهنضو عقب السجن وكل شاي ايه 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 هاو في التاريخ عند قديم زوار متماعش من الخناء هاو بنسالو المتماعش من الخناء ورب يقالو مسالك ربي غفور الرحيم ريت عليش احنا مخاخ ن مصباب يعني مسكين الصغير اللي يتعلم قانون من هنا شريعة من هنا تقاليد القديم زوار من هنا شي يضرب في بعضه وبعد يقول لك احنا احنا منفص مين شخصيتنا منفص مراه واللي يقول لك طوي لازمنا نعملوا قطيعة معرفية مع القديم كتير حتى سعمو خير كبالة بعضه باش نعملو ها القطيعة هذي وكل ما نقرب شوية باش نبدأوا نقطعو يجيونا الاخوة المسلمين يرجعونا نفس الخنار وتعدد الزوجات وضرب المرأة وصي الاخوة هذي الشيخ الاخوة في انتخاب 89 في الحملة انتخابية سيل وزيد كريشين ماهو تبركال علي قالوا ايش نو انت تحب نطبق الشارع ونطبقوا حتى من العبودين رجعوها قالوا والله إذا طلبت البلاد دالك احتاجت اقتصاديا نرجعو الشيخ لاخوة قالوا يمكن الرجع العبودية اي نعم قالوا إذا كان نستحقوا باش رجعو رجعو علي ما البارح داعش عم تعبودية نسيت وتبيع في النساء على اي اساس هنا موجودة في الاسلام خلين نساء عبود قتله خلن رجع فاصل وانا رجع ايف حديث مشوق مع ديبتي الأستاذة سلوى شرفي مرحبا 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 أستاذة حديث مشوق معاك كمان شنو قال الشيخ النايفر اللي يرحم الزيد كريشان ربي فضل وتحية لي الشيخ لخوة لخوة في انتخاب 89 اللي وقت القيمر بنفسها جي ما الضبط هذي كمتاع وقت قبل ما ولي اسمها حركة النهضة موجودة في جليدة المغرب متلقاوها في المركز التوثيق الوطني وانا عندي منها روئي انا شو خبيت كل شي للتاريخ مش تاق وخدمت بها الدكتوراه متاحية في العلوم السياسية انتي عندك ديجا كتاب انا بشنواري لها دكتوراه الاسلام والمرأة والعنف اهي حكيت عالاسلام والمرأة والعنف تسمى مع دولة الاستخلال امورنا ولد خير موفقتني لا موفقة قبيلة حكيت على هذه خطة القاضي المزوار مثلا فما خطة خرير مثلا خطة وقالها خلني مؤسة تعمل عليها فيلم دجا هي درجوات اي هذي كانت موجودة قبل الاستخلال نحا برجيب وقاعدة موجودة مثلا في مصر ومن هنا جاء فيلم اريد وحل ان في فاتن حمامة في مصر حتى لثمانينات المرأة اللي تنشز على الرجل هذا ما عنداش حق تطلق للمرأة الرجل هو اللي تطلق دوق وقدمش لدربوها ايهزوها الحبس هو يسميه درجوات ايه هو السجن سجن حتى اللي انتو اللي تقل في الخبز اللي يبسو الماء حتى تطبس رأسه ويقتلها يضرب هيلجي حبس هو حبس هو حبس هو حبس نسي ايه هو حبس نسي قبل الاستقلال فاما في تونس ايه عن نوشوز كنت نوشوز تلقاها في قيد هذي كدربوهن يقول ورايك تنشز تنشز معنى ترفض العلاقة الجنسية فالاغلبية هيدا يفسرها اضربها يعني تجاه شوف العنف يعني علاقة علاقة حمينية بالضرب هذي لولا برقونتر يجيب وقت الراجل يقول وإن امرأة خافت من بالي هنوشوز فالصلح وخير يعني وقت المرأة تنشز يعطيها تريح ومبعد ولو ينزول الحبس ووقت الراجل ينشز كلها بللي يتعمل مزي واسع بالك شو معنى ينشز معنى يخليها يتركها يتركها منزل الزوجية أكتر حاجة اليوم السيغة القانونية المعاصرة قبل دولة استقرار فم مفكرين دعاوا لتحرير المرأة وما اشتغر لحدد لول رأى شكو لولين لولين شوف الثالب الله يرحم الله يرحم روح التحرير في القرآن روح التحرير في القرآن عم أنا قريب قريب وتما عند فيه وقتنامل في الدكتوراه متاعي واسو دمك لأنه الراجل يحكي على صفور يحكي على تعليم المرأة ضد الضرب إلى تقريبا مشغل شغل المرأة يقول اشتر المجتمع مرأة 50% معطل ما يخدم مش هذيك عليه مجتمعات غربية فتتنا تقدمي جدا بالنسبة لسنة 1900 وشوي لا الكتاب خرج 1809 لا 1905 عفون عفون اي بينسي انا نعرف هذا لو مش خطرني نقرأ أنا خطر فتتتعالبي معناتها عندي قربعة إلي هو جد بابا للأم عزيزي معناتها ذاك عليش نعرف لدي تأي هذم وانا فخور الي هو اول تونسي يكتب لتحرير المرأة فخور عزيزي انا اكتشفت وقلت عليش ما كانش معروف الناس تعرف حدد هذيك عمدا هذيك سياسة بورقيبة بورقيبة اقصد بشي ناسي العبيت فتعالبي اي اللي يتعارك معاها بورقيبة سياسيا او اللي يبرج كما خير الدين كما توقنا نحكي الكاهنا كذا قرطاش حنا باعل كذا بورقيبة خسر علينا كلمة يعني حتك ذكر واحد قال هو فشل بورقيبة شوفوا بورقيبة راو نحترموا عمل برج حاجة تهيل تونس ما عملها حد حد اليوم لكن زي دا كانت عنده عيوب كثيرة منها انه قلق للتاسم ويخسر ما نخرجوش مواضيخ هاتر معاش عنها برج حا وقت نرجعو للعنف المسلط اذا حكايت تغفق شاسمو علش نعرف التهل حديد ومسنبنيش بالتعالبي لانو بورقيبة عمل عليهم وعليش عشان اثنين ما اللي توفى لا نكتبو انا كتبتها موجودة في التازم تاعي وفي مقال للعموم للعموم وليخرجوا في التلفز اللي عالم يقولوش اللي 1905 اقول شكولينا قاعد يجيب سيب مش نحكي في المواضيع عايطول يجي حكي على العلام يجي حكي على السياسة على حدث اليوم فانت انت تقريبا اول مرة جيت في حسك من هذي مثلا انا نجي نحكي له مع السعال بي مو مش قولو ليش بيك مش موضوع عنا ماني ما يهتموش ما يهتموش بالقضايا هذي في العلام يحتي يهتمو بالبوز يعطيك صح ايجي عمل بوز لما رحبا بيك يحبو البوز حبو البوز به حاج اخرى في العنف ضد المرأة اللي حمدوله في تونس تسمى خير من دول اخرى مجرق مش شرف عليه خير على خطر البرة في بيرك اللي يقتل مرت ومثلا ولا اخته وشد في عليك ما يدخلش حبس انتي تتحكي في القانون في القانون على العقلية الاجتماعية وقانون في القانون من جريمة من مرأة قتلة احنا هلين برك قديش وعمل يزيدو نعرف كلامك راهو صحيح اي وراهو ما يتعطل ما القانوني شجع اي صحيح سمحني استاذا سلوى قولي كان غالب قولي في الاردن انا نجم نقتل مرتي ونخرج كما يقولوا هما زي الشعرم العجيل في تونس تقتل مرتك ولو تشدها في وضعية مستعرابة تدخل الحبس متفهمين برغم اللي في تونس ممكن دولة الوحيدة في العرب اللي تقول انه كيكون زوجها معنى قريب وكل العقوبة تصبح مضاعفة تصور معنى محلاح هذي قانون الفين وسبعتاش هاي الفين وسبعتاش ثمانية وخمسين يقول هكا رغم ذاك شوف هاي مشخلتنا هاي تعملي قانون تركنوا في التركين من ناحية اخرى تخرجلي اه عليش مش مطابق القانون سنيني سنيني الخليف مش مطابق تحت تطبخوا في المخ ساح تتتتت اكواسة صار انك تعملي القانون ذاك وتخرجلي في التلف تجيب لي ناس يحتقروا المرأة يطيحوا مقمتها في المرأة عورة في هاي هذ القانون يقول مرأة عورة ويتعاقب وين مدعي العمومي يتحرك وحده لانه مكتوب فيه احتقار المرأة شنوه هذ المكتوب فيه احتقار المرأة ايان متاع ثمانية وخمسين وحطة برعون فلافذي انتي وكلام ايه ايه كلمة عورة هذ قانتي وينه قلناها مدعي العمومي وينه شبه ما يتحركش لانه بالنسبة لي كلمة عورة فيها شفايا دين لا ميسلش ما نعتبروهاش سبق كيف يشفايا انتي كي نهرب كل تجيب لي فيها بيت الطالب تعدد الزوجات والطالب بالوح تعملي مو سلسل حموم كي ما اللي عاملو سامي الثهري متاعها واش اسمو ذاك الزواج من عرش انترا شنوه قال شنوه نعلم فينش تعلمه ماينجمش يكون ذاك يواعي الناس بخطورة لا مش بالطالب بل انا انا ريته مثلا كينو ورع عيوب الشيء ذاك ستتخير تغطيها يعني مش هكي كارو الطريقة اللي بشتعلم به الناس بالعكس حاجة اخرى في العنف ضد المرأة خنزربو شوية من بعد تجي تقولو هاو فمقانون مرر اكواس السيق انا مقولش لا به خليه القانون الزواج من المختصب في الدول العربية اخرين واحد واحد يختصب واحدة يعرس بي في تونس ما فماشا مختصاب اختصاب كين موجود لا ما كانش موجود انفس العبيت كان في مش اختصاب يما علاقة مع فتاة قاسر الزواج من فتاة القاسر بعض علاقة الجنسية يوقف تتبع ولا لا نحكيو عن المختصب لوفيال القانون القديم يقولش مختصب يقول زواج مواقعة انثى بيريذاها في دول العربية المختصب يتزوج ايه في المغرب بالتوهو في المغرب بالتوهو بش نحيو فهمت عقريق شو روي القانون ما بدش نسمي القانون هو شنو نتيجة للثقافة السائدة وهذاك عليش كيفش نجمة مبدلوها ثقافة السائدة هذي أستاذ أخي هذي يتبدلها بالمدرسة المدرسة بالمدرسة بالفن يعني في الآلام مثلا انا مجيب ليش هنا مسلسلات مع سامي الفهري ولاد موفيد ومن عشتر شنو مصيبرة شو هذا واحد تلميذ قالوا من ساهم شيرك في مؤتمر ليلة القدر قالوا عليش ويرب لا في قاناة أخرى ذيك عليش ويرب هاي هين ممزيخ انا خطر شديت لسامي الفهري هاي ذكرت كان سامي هاي هو المعروف انا أحبه وخطر ايه 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 فانا نأحكيلك معناها هذ الكل ايذ وخدمة كبيرة راي قانون قوي وطبكو مش هكيكو كهو مش مطبك في التونسر اليوم المرأة يامة من المرأة وهو بلاه برا جيب من الجامعية النساء تمشي ندام مركز الشرف تساعتش قولها تي برا برا يخطيش كيبرازك تي برا برطا ينفتورك. هذا يصير؟ ايه يصير. توصل القضاء. توصل القضاء. وساعات قاضية امرأة. وتقول لها شو تود حتدخل رجل حبسة. تبارة سامع. يمو كنا خمو هكا ما مجيش امرأة تدخل رجلها. هذيك هي الثقافة. هذيك هي الثقافة. يوصل للموت. هيا بعد ما عمله لكيك. وتعود ترجع له. هو بش يحس روحه براحة اكثر. يحس اللي عنده الحق. يزيد قوي في الدوزة. لان يقتلها. تو برشوف القضايا بتاع النساء اللي تقتلوا هلا يمات كل. له شهر اللي فتر. اكثرهم ريسي دي برا. اكثرهم يعاودوا. يعاودوا وشكي وقبلوا وكل. ومبعد. معنى هلين يوصل لقتلهم. ولا عائلاتهم يرجعوهم. كان بالنسبة لي يروا القضاء. العائلة مشاركة في جريمة كي ترجع بنتها الرجل اللي اعتطين بالعنف. ايه يعني على روحه كي. مشاركة في جريمة العائلة. مبارا هزيتها قتلوا وقتلها. فهم جريمة اخرى في تونس ولدت جريمة. قبل ما كانت جريمة في تونس. في الدول الاسلامية الكل ما هيش جريمة الاختصاب الزاوشي. ايه. ايه. بالحق بينصيروا هلا احنا في القرآن. يخلك معارسين ايه. القرآن تقلوا اضربها. شنو. ليه لا نحكي على الاختصاب الزاوش. هي زي ملشنو وهو يعليش يضرب فيها في القرآن. ما هو خطر هي نشزت. مش معناه. معناه ما حابش ترقد معه. عيش اللي هني. طبخها بترح ورقد معه. ملشنية هذة اللي يضربوه هنا في شنو. سؤال اخير سيدة سلوة. تحس ساعات بالأسف. كتشوف انساء. وتقرأ الانساء. وتسمع انساء. هما اللي يدافهو. ويبروا. للعنف المسلط على المرأة. لا. هنا عمدي كي رجل كي المرأة. إنسان. إنسان. وعنده ثقافة نفسة ثقافة. المرأة بيدها. رأيت بر للعنف ضد المرأة. فاهمتك. أنا ما نمشيش بالجنس. صراح. أنا هذي مقاربتي جندرية للأمور. لأنه تلقى رجال زي داي ديفو عنسة. مش كونهو. طار الحديد. ولا فعالبي بورقيبة وغيرو. ما هم رجال ولا لي. برجال. أي شكون ننسة عملونا قوانين هذي. إحنا. هذي حاجة. أنا مشيش بهذا. أنا نمشي بالمجتمع ككل. عنا. يعني ناس في المجتمع مبتيانة. وما ضحاية ثقافة راه. ذاتك. والمرأة أكثر وأكثر. خطر من اللي صغيرة. ويقولها يردوا بالك. وهي مسؤولة على هم الكل. وهي. وهي اللي بش تحب الخطر. وهي اللي بش ترمي. وهي اللي بش. دونك. هاو دخلونا في مخ. الحكاية دي. تستوعبها. وتوعيد إنتاجها مع بنتها. وتوعيد إنتاجها في خطابها في المجتمع. تقوليش مرأة. وليه. بتبعنا نحزن من أي خطاب من هيدا القبيل. وموش خطر مرأة. ولا خطر راجل. مجتمعنا هكا. مجتمعنا هكا. حديث كان مشوق معاك أستاذة سلوى الشرفي. فرحان برشا. اللي أنتي كنت ضيفتي اليوم. إن شاء لنتلقاو في موضوع آخر. معاك انتي. شكرا لكم كانت هذي حلقة اليوم من نهار من نهارات. معادنا الجمعة الجاية إن شاء الله.